قامت مديرة الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون باتريشيا دانزي ورئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية بزيارة إلى رفح وذلك للتعرف عن قرب على الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع ويأتي هذا في حين استقبل ميناء رفح البرية 74 جريحا ومرافقا فلسطينيا قادمين من مستشفيات بقطع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية بالإضافة إلى 98 مصريا فضلا عن دخول عشرات الشاحنات إلى القطاع